كل دقيقة تمر من عمر ناقلة صافر قد تكبد اليمن ثلاثين سنة قادمة من كارثة الانفجار أو التسرب النفطي للخزان المتآكل وكانت الأمم المتحدة أعلنت سبتمبر الماضي اكتمال تمويلات المانحين الخاصة بخطة المعالجة الطارئة لإنقاذ الناقلة على مرحلتين ونوفمبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن عزمها البدء في المرحلة الأولى لتفريغ خزان صافر النفطي مع مطلع العام الجاري الفين وثلاثة وعشرين حتى الآن لا توجد أي بوادر تنفيذ فعلية لمرحلة الإنقاذ الأولى التي قد تستغرق أربعة أشهر وكان من المقرر البدء في المرحلة الأولى من يناير الحالي لكن تأجيلها رغم اكتمال التمويلات اللازمة يفتح الكثير من التساؤلات والمخاوف وكلما تقادم الوقت بعمر الناقلة التي لم تخضع لعملية صيانة منذ الفين وخمسة عشر ازدادت احتمالات انهيارها في أقرب لحظة ممكنة ومع تسويف عملية الإنقاذ تتعقد فرص النجاة من كارثة بيئية وإنسانية وتلوح في أفق الإهمال والتأجيل خامس كارثة من نوعها في تاريخ حوادث التسرب النفطي في بحور العالم ويبدو أن التأجيل ناجم عن عراقيل حوثية وتنصل من التزامات سابقة وهو ما تكرر لأكثر من مرة ضمن مساعي ميليشيا الإرهاب الحوثي للإبقاء على السفينة على ما هي ابتزازا للملاحة الدولية بكارثة بحرية محتملة ترجمة نانسي قنقر